في مفاجأة مدوية أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون بعد متابعة تحضيرات ياويندي للبطولة لمدة 18 شهرا المصابخة الأكبر في القارة طرأ عليها العديد من التعديلات في النسخة المقبلة فأصبحت تلعب في يونيو بدلا من يناير بعد ازدياد عدد اللاعبين الأفارق المتألقين في الدوريات العالمية الكبرى كما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 فريقا الأمر الذي استدعى تحضيرات وتنظيم من طراز خاص وهذا ما لم يجده الاتحاد الأفريقي بالكاميرون وبعد الاستماع لممثلين عن السلطات الحكومية والرياضية في الكاميرون ومتابعة التقدم الأخير بخصوص الاستعدادات لاحظ الكاف فجوة بين متطلبات استضافة كاس الأمم الأفريقية والحقائق على أرض الواقع وكذلك الإطلاع لما توصل إليه فريق الكاف لمراقبة الأمن خلال زيارته الأخيرة للكاميرون توصل الاتحاد إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لا يمكن تعيضها لأي أمور يمكن أن تؤثر على نجاح البطولة الأهم والأكثر قيمة بين البطولات الأفريقية بعدما تم اعتبر أن تأجيلا بسيطا للبطولة يعتبر مستحيلا بسبب ارتباطات الكاف التعاقدية تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي يدرس ترضية الكاميرون عقب سحب تنظيم البطولة من أراضيها بمنحها حقوق تنظيم النسخة التالية في 2021 على الرغم من إسنادها إلى كوتوفوار في وقت سابق خاصة بعدما كشفت تقارير صحفية إفوارية أن أبي جان هي الأخرى غير مستعدة لتنظيم البطولة 2021 وفقا لما أكده أحمد أحمد رئيس الكاف ولذلك قررت رضية الكاميرون بمنحها تنظيم النسخة بعد المقبلة على أن يتم تأجيل إقامة البطولة في بلاد منتخب الأفيال إلى 2023 أما بالنسبة للنسخة المقبلة في صيف 2019 فتعتبر المغرب أبرز المرشحين لتعويض الكاميرون في استضافة البطولة كما تحظى بلاد أسود الأطلسي بدعم العديد من الدول أبرزها مصر